الرواية زي ما كنا بنقول قبل الفاصل فيها تنوع طبقي، تنوع ثري، تنوع بيفيد، التنوع الإيجابي اللي كنا بنحبه قوي في بلدنا ومازلنا طبعا بنحبه بس هو يمكن كان موجود في الفترة دي بشكل كبير جدا تعينا نتكلم شوية عن الصعوبات اللي كانت بتواجه مصر في الفترة دي من وجهة نظر الكتابة وبعد طبعا المصادر الكتيرة اللي رجعت لها تاريخيا عن المشترى التاريخي ايه كانت ايه الصعوبات اللي كانت بتواجه مصر في الحقبة الزمنية اللي اتكلمتي عنها؟ اعتقد ان من اهم الصعوبات ان الملك فاروق ما كانش مركز قوي داخليا مع الشعب وبالتالي ده اللي قدى انه يبقى فيه حاجة سمعها الضباط الأحرار وان ده حصل ثورة كان فيه طبقية معينة مثلا في التعامل مع الشعب؟ الى حد كبير، الى حد كبير كان التركيز والاهتمام ويمكن الرؤية اللي كان بياخدها عن الشعب المصري بتتخذ من خلال الطبقة الأرستقراطية اللي هما كرامت كرامت المجتمع المصري طبعا لهم مش حاسين بمجتمع اصلا؟ بالضبط لهم اخر ما يكونوا يعني ممكن يتكلموا عن المجتمع مهمين لحد او يعبروا بشكل صادق على المجتمع فبالتالي الرؤية اللي كانت بتتخذ من النظارة دي النظارة الأرستقراطية ما كانتش لحد كبير طبعا دقيقة طبعا فبالتالي كان فيه فجوة يمكن من اهم الصعبات ان كان فيه فجوة ما بين الحكم وما بين الشعب صحيح ما بين الحاكم والشعب صحيح وده اللي قدى لوجود الضباط الأحرار وتتعامل ثورة 52 بعد ثورة 52 كانت الدنيا يعني آه مصر متاخدة على كذا صعيد مضغوطة وعندنا يعني اطرار نأمم قناة السويس وما إلى ذلك انما كان الشعب المصري متكاتف متكاتف كان الشعب المصري حاسس على الرغم انه كان بيعاني بس كان عنده شعور جمعي آه يعني كان بيعاني بس كان عنده شعور جمعي آه وانا مهتمة بقدر ما مهتمة بالحدث التاريخي انما السيكولوجيا اللي وراء الحدث دي كانت اهم يعني سيكولوجية الرئيس عبد الناصر تختلف تماما عن نفسية وتركيبة رئيس السادات وموقف زي دفن الملك فاروق ده موقف يعني كاشف جدا عبد الناصر الصعيدي الحمائي العصبي اللي تربى في الصعيد وجبال وشامسة حارقة ومن الشعب تمام طبعا طبعا ومن الشعب وحاسس وفاهم وشايف انما قصد كان عنيد عبد الناصر الله يرحمه كان عنيد فبالتالي حتى لما يعني ملك فاروق أصبح جثة هامدة ولا مش هاتفينه في مصر وبعد محايلات وتوسلات طب هاتفينه بس مش في مكان الوصية يعني ها بخلاف السادات اللي كان مقار ومن الشعب برضه بس كان عنده تركيبة نفسية مختلفة الدهاء الرأسي كده وتفكيره الجوة عبد الناصر كان عصبي جدا وكان واضح قوي كان عنده دهاء طبعا قوي جدا جدا وكان الرئيس الراحل السادات كمان يعني من مصر وكان بيحب طبعا المصريين جدا جدا يعني خلينا نتفق انه اكيد مفيش يعني وجهة مقارنة ما بينه ما بين الملك فاروق خالص طبعا بالتأكيد طبعا طبعا بالتأكيد انا اقصد انه حتى لما الشعب بدأ يتكاتف كانت فيه اختلافات في الادارة فبالتالي ده انعكس برضه مجتمعيا على الشعب المصري مجتمعيا تعالي نرجع لفريدة شوية ونرجع شوية للحب الرومانسية وصفتي فريدة ازاي كست الملكة فريدة من وجهة نظري كانت ستة قوية كانت ستة ضعيفة كانت ستة حبيبة اتظلمت انتصرت جابت حقها بعد كده يعني انتي شايفة فريدة ازاي وصفتيها كأنسة كانت ملكة بعد كده الزمن للأسف يعني ما كانتش نهاياتها زي ما كانت هي اكيد تتوقع كلميني شوية عن الجزئية دي وعن فريدة الانسانة الانثى فريدة عمرها ما جابت حقها خالص يعني هي ماتت مظلومة ونفسيا منهزمة برغم حتى انه ممكن يكون عندها يعني اعداء وهميين يعني فريدة كانت يعني معتقدة بشكل كبير ان رومالي كانازلي عملالها زحر والكلام ده على عهد الدكتورة لوتوس عبد الكريم في كتاب الملكة فريدة وأنا وعيشت فريدة ماشية بالأعشاب وماشية مثلا بعد حتى مجالها يعني سرطان وكانت بتتعالج وكذا كانت سعب بتزهق وتنزل تتمشى وتضرب بكل كلامة دكاترة عرض الحائط وتمشي في الشارع معها ترمس بقدون سماغلي اللي هو انا مش عايزة خلاص بقى انا تعبت من الأدوية فهي كانت عنيدة جدا في فترة وكانت هي صدقة طول الوقت وأنثة زكية ومحبة جدا وأم الابعد مدى يعني حتى خطاب رقيق قوي اللي بعتتها لها بنتها لما جات تمشي بتقولها أنا أسفة بس احنا يعني هما اختاروا البنات ان هما يسافروا من مصر فبنتها بتقولها أنا أسفة انه يعني مرنا أنا وانتي بالظروف المؤلمة آه يعني كانت عليها وعليكي فخطاب مؤثر قوي وعاشت أول ما بقى مسموح لها انها تسافر لهم برا مصر بقيت بتروح ويتيجي وموجودة معاهم ولي كان حاجة حصلت يعني تماما وأنا أعتقد انه وهي بتطلب الطلاق من الملك فاروق مكانش طلب صادق قوي يعني اللي هو بس عشان هي كل شوية يتخنقوا يعملوا مشاكل إنما كمان فاروق كان بيحبها وكان طلب من شيخ الأزهر انه يمنعها من الجواز قال له دورلي على فتوى تمنع فريدة تتجوز من كتر ما كان بيحبها مش هتتجوز بعدي يا شوفني فتوى قال له ما ينفعش جلالتك شليل التسلط مظبوط تعال الرجالة بقى مالوش علاقة بالملوك للراجل راجل مش عايز هتتجوز بعده فالشيخ الأزهر قال له طب يعني أنا هقدم لك استقلتي بس مفيش حاجة اسمها كده قال له أكيد هتلاقي فتوى هنا ولا هنا قال له مفيش فتوى يعني ازاي قفتد لمرأة مطلقة مسلمة إنها تتجوز من في قصد إنها ما ينفعش تتجوز فهم كانت زكية جدا وعنيدة جدا كانت بتغسل هدومها بأديها بتسخن في بابورو بتاعه وتغسل وتفصل فستين وتبيع فستينها وترسم وتبيع لوحتها عشان تصرف على نفسها دي ملكة فبالتالي اللي يقوله لنا من المشاهد دي إن دي ستة مش عادية وستة ذكية جدا وستة يعني ممكن تعمل أي حاجة في سبيل أنا كرمتي أنا عزت نفسي وما إلى ذلك فبالتالي هي ما كانتش أبدا منهزمة ولكن هي وأكيد كانت ستة قوية وإلا ما كانتش استحملت كل اللي أنت حاجتي ده بس هي نفسيا كانت مهزومة هي نفسيا حاسة أن ما فيش حد يوقف جنبها يعني برغم هذا العند وبرغم هذا الانتصار وبرغم إن هي اللي بقت وكملت وعاشت في مصر وما إلى ذلك بس هي طول الوقت المتخيلة أنه أنا تهزمني مقام سيدي المظلوم إقبال المصريين وإنت يعني لفت الانتباه شوية للنقطة دي للمقامات والأولياء الله الصالحين اهتمامهم بالروحانيات تزدقهم في أنه لما هيروح لولي من الأولياء أو مقام من المقامات ويدعي ويطلب من ربنا أنه يعني ده فيه زي وسطة أو مساعدة هو بيطلبها كلميني شو يعني الثقافة دي وإزاي أشرت إليها في كتابك هي الثقافة دي مازالت موجودة في قطاع كبير من المصريين ومش بس طبعا سيدي المظلوم يعني هو مثال اللي كان موجود في المكان يعني أنت ديتك كده مثال لكل الأمامات أو الحاجات الموجودة إنما لو رحنا مثلا للإمام الشفعي هنلاقي لسه بتكتب له جوابات لحد النهاردة والسيدنا الحسين والسيدة زينة بالناس لسه بتروح تقدم مظلومياتها هناك طبعا جزء كبير جدا من المصريين سيدة زينة بوسيدة نفيسة وسيدنا الحسين مصبوط أماكن كتير وأضرحة كتيرة جدا مصبوط هو الارتباط بقى للبيت تحديدا ارتباط متجذر عند الشعب المصري مقامل حكاية والبوس تلاقي إنه الناس اللي بيؤمنوا يعني يقولك لا لو عندك حد تعبان رح يطلبي من فلان لو عندك حد بس عنده بقى مشكلة في البيت ولا في الجواز رح يبقى هنا هو هنا هو صاحب الحل الجواز بتاع سيد الحناوي يعني تلاقي إنه حقيقة من كتر ما بيبقوا مصدقين في القصص إنه مقسمين الطلبات لما بعدنا الطلب ده نروح المكان ده ولما بعدنا الطلب ده نروح المكان ده عادة سيدنا الحسين بيرحوله لما يكون مثلا عنده مشكلة إدارية يعني أنا مثلا العهد بتاعتي تسرقت علي فلوس والسيدة زينب برضو لأنه كانت كريمة رضي الله عنها فكان إلا ما يحتاج فلوس أو يعني ما عايش خلصة المرتب بيروح له سيدة زينب اللي عايز يتجوز عنده مقام سيد الحناوي جنب السيدة نفيسة تروح هناك تلاقي البنات بيحطوا حنة في أديهم ولازم الحنة تبقى مختمرة مثلا بقالها شوية وتتحنى فكده خلاص يبقى العريس هيقف على الباب لا دي مش عارفها دي جديدة دي علي فيه كمان جامع البنات جامع البنات في شريع بورسعيد مرتبط جدا بموضوع الجواز لأنه بيقال أنه صاحب الأمير المملوكي وهب أنه يعني ماتوا بناتوا السواع اعتباعا في حياته فدفنهم في هذا المكان ولأنهم ماتوا عذارة وهبوا نصبهم من الجواز للبنات اللي عايزة تتجوز فبقت اللي عايزة تتجوز بتروح تصلي الثلاث سلوات جمعة وراء بعض في المقام دا فتتجوز بعد الثلاث جمعة دول التراث الشعبي المصري والرواية الشعبية المصرية يا عايزة تتجوز بعد الثلاث جدا